تحياتي قلت بيل انتقل الى توتنهام زي ما بنعرف اللاعب اللي قاوم كثير الخروج لكن في النهاية طلع تذكروا عملت فيديو بنصف الموسم بعد احدى مقابلاته قلت هذي مقابلة بعملوها كل السوبرستارز لما قرروا يطلعوا من فريق مروا فيه بمشاكل مع الجمهور بحطوا اللي في قلبهم مع الطاولة وبظلهم طلعين بيل رجع للمكان اللي صنعه وصنع نجوميته في البداية توتنهام فهذه الحلقة هنحكي عن ثلاث زوايا الزاوية الاولى بين وشو عمل مع نياه مدريد الزاوية الثانية شو هيعمل وين هيلعب مع توتنهام والزاوية الثانية اهم شي عشان ينجح في توتنهام الزاوية الاولى لو جيت قلت لكم بويكيبيديا فيه لاعب والله يسجل ما معدل ونصف هدف بالمباراة ايضا سجل في نهاي دور ابطال اوروبا 2014 هدف التقدم وسجل هدف بالكأس لا ينسى ركض فيه بالنصف الملعب وايضا سجل هدفين الفوز ب2018 وسجل هدف او كان سبب هدف التأهل للنهائي في 2016 هتقولوا عنه اوف تحكي عن بوشكا شاعد يا عواد لا بحكي عن بيل فعليا بيل لعام 2018 مسيرته جدا جيدة مع ريال مدريد نعم الاعلام الاسماني من اول يوم ما بحبه ومن اول يوم روج عنه كل الاخبار والاعلام الكتالوني ايضا ما بحب ايلاع في مدريد فالاعلامين اتفقوا عليه وحطموا من اول يوم سمعته لكن لو جينا بصراحة ومشلنا العواطف مسيرته جيدة جدا لعام 2018 بعد 2018 دخل اللاعب بمود سلبي جدا مود غير احترافي لا يناقش في ذلك واصبحت انطباع الناس عليه سيء للغاية اذا انا حتى كاتب عنه في كتابي اكبر معتقدون الجزء الثالث انه ما اصحب تمثير ريال مدريد يعني جد ما اصحب تمثير ريال مدريد قالت بيل بادي المسير لو حطته فريق ثاني حيرفع صورته بعد عشرين سنة الجماهير ويعملوله اغاني انه اسطورة من اساطينه بس ريال مدريد صعب جدا تتقدم نفسك لمستوى سوبرستار مش لمستوى اسطورة اما الشي التاني شو هيعمل معتو تنهم حترقان مش واضح في خيارات كثيرة جناح ايمن او لاعب مركز عشرة او جناح يسار حتى ويوده يونجا على يمين يبدو انه اللي اشتراه مورينيو لبين بعدين بشوف شو بعمل فيه انا هذي القناة يعني انا ممكن اجربه يمين ممكن اجربه يسار ممكن اجربه رقم عشرة وممكن يكون بديل هاريكين لو انصاب لانه قالت بيل بقدر يلعب هذا الدور ايضا التوقع الشخصي هو الاتي لما يحطه على اليمين حيواجه مشكلة بالتوازن الدفاعي اللي بيعطيك يا لوكاس مورا مورينيو حيخاف من هاي الشغلة فحيراجع ويجربه في مركز عشرة واعتقد المكان اللي حينجح فيه هو عشرة اربعة اتنين ثلاثة واحد وهو خلف هاريكين هذا المكان اللي ممكن بيل ينجح فيه هل هيقدي بشكل جيد اتوقع ذلك ليش الدور الانجليزي بشكل عام مساحاته اوسع يعني بيل بياخد وقته لما يستلم الكرة عكس الاسباني هذا الشي بيتكلمه فيه كل اللاعبين اللي بنتقلوا من الالماني او الاسباني على الانجليز انهم بلقوا مساحة اكثر يفكروا يتصرفوا ثانيا بيل قا اخر موسم الهم مع توتنهم كانت معظم اهدافه من خارج منطقة الجزاء وهذا يعني لما يرجع على توتنهم بوجود هاريكين اللي بيسحب الدفاع هيجد مساحة وبيل ايضا عم بيلعب مع فريق جودته عالية يعني جودة لعبي توتنهم ممتاز كثير قادر يتساعده انه يجد نفسه والاهم من ذلك حيلعب موثوق فيه فانا بالمجمل اعتقد انه بنهاية حيصفي في رقم عشرة وبنفس الوقت حيكون لاعب قادر يسجل اهداف تساعد فريقه انه يكمل ويتقدم نحو التوب فور طيب شو الشرط الاساسي عشان ينجح بالنسبة دي فيه شرطين الاول الثقة بالنفس لازم مريني من الاول يوم ما يجيش حمله جميلة يعني ما يطلع يقول والله جبته وهو احتياط من ريال مدريد ويسممه وميت كلمة وبتتذكر كيف كان وضعك بريال مدريد والكلام هذا هذا خلص دمر لازم مريني يتعامل معاه على انه يعيد شحنه زي ما عمل يوما ما مع شنايدر وغيره يعيد شحنه انت جاي تثبت نفسك وتبرهن انه ريال مدريد غلط انا بدي ابرهن انه ريال مدريد غلط ريجيريون بدي باهرن انه ريال مدريد غلط كنا بدنا نبرهن انه ريال مدريد غلط يحسسه بجو انه هو جاي يساعد مش جاي اتشهده يلعب معك هذا زي الاولى زي ثاني الاصابات يعني الان الخبر بيقول انه اصلا جاي مصاب وممكن يغيب فترة الاصابات لازم تتنهم يفكر فيها كويس يشوف اسبابها مية في المية هل لها علاقة بالغولف زي ما كان ينقال ولا لا بعد ما يخلص كل هذا كثير مهم يانت بادي يخضع نظام غذائي نظام لايقى يكملوا استدامته لانه يلعب اسبوع وينصاب شهر هيك ما حدا حيتوقع منه شيء الا تكون مجرد لاعب رجع من الباب النجومية للتسويق لا اكثر هذا الشرطين الوحيدات منوصلوا لناية هذا الفيديو بذكركم تشتركوا بقناة سيرفيسبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله شكرا